السلام عليكم ازايكم عاملين ايه? النهاردة ان شاء الله راح لكم ازاي نعمل مربع الجميل دوت نوع من انواع مربع الجراني بس مدي شكل اشيك واجمل واجدد من الموديلات التقليدية اللي احنا عارفينها هو عبارة عن تكرار لسطر واحد وسهل جدا وبسيط واستخداماته كتيرة جدا ممكن يستخدم في الشنط وبيستخدم في مفارش الاطفال او البطاطين بتاعت الاطفال ممكن يستخدم في المفارش بتاعت السفرة والانتري والحاجات دي وفي ناس مستخدمها في عمل الكفيات والاسكرفات والشالات يعني استخدامات معدودة جدا وكتيرا واحط لكم برضو شوية افكار بالغرس بتاعت او بالوحدات بتاعت المربعات دلوقتي بعد مصور الجزئية دي احط لكم بعض الموديلات اللي ممكن اتخذوا بيها افكار ان انتوا تستخدموا المربع دوا انا دعاء محمد ودي قناة في عشق كروشيه اتمنى من البنات اللي ستا مشتركوش في القناة ان هما هيدوسوا على زر سبسكرايب موجود اسفل الفيديو وما تنسوش تعملوا لايك وكومنت لو عجبكم الفيديو على فكرة بتفرق في ان الفيديو بيتشاف اكتر للناس في ياريت يبقى في تفاعل اكتر على الفيديوهات ويلا بينا نبتدي على طول انا هنا هستخدم خيط كوتون جولد بلاس وده بيحتاج معي ابرة كبيرة شوية فانا هنا هستخدم ابرة مقاس ستة وانا بالنسبالي هستخدم المربع دوت في ان انا هعمل شنطة وهوريكم ازاي نعمل المربع وازاي ان احنا نشبك الواحدات مع بعضهم وهحتاج برضو لمقص يلا بينا نبتدي بس اشكر محل ستارز على الحاجات الفرعونية الجميلة اللي انا جبتها من عندهم تعملاتهم راكية ونظيفة جدا والحاجة بتاعتهم الجميلة اوي زي ما انتوا شايفين انا حبيت احط حاجة من التراث المصري في الفيديوهات بتاعتي فشكرا ليكم محل ستارز اول حاجة هجيب فتلة الخيط وحطها كده وبعدين هلف الخيط لفة ولفة تانية وبعدين اخلي الخيط لجوه عند اسبوع وبعدين هدخل الابرة من تحت الفتلتين دولت واسحب الفتلة دي وبكده احنا ابتدينا نعمل الدايرة السحرية بتاعتنا وبعدين هعمل غرزة سلسلة الناس اللي بنسبالها الدايرة السحرية صعبة اعملوا بدلها اربع سلاسل ويقفلوها بغرزة منظلة انا بحيب بعمل الدايرة السحرية من لفتين او من فتلتين عشان تبقى محكملة الغلق في النهاء بعد كده داخل الدايرة السحرية هدخل وهعمل غرزة حشو وادخل تاني وامل غرزة حشو تاني وادخل تاني اعمل تالت غرزة حشو هعمل سبع غرز من الحشو اربعة خمسة ستة سبعة وبعدين هبتدي امسك الفتلة القصيرة دي واشدها ونلاحظ ان في فتلة بتقصر او بتتشد عن التانية اللي هي الفتلة دي هبتدي اقوم شدها من فوق عشان تبتدي تقفل الدايرة كويس واشدها كويس وبعد كده ارجع تاني اشد الفتلة القصيرة بتاعتنا جامل كده اضمن لكم ان الدايرة بتاعتكم لا يمكن تتفتحتها اوكي هاجي بعد كده في الغرزة رقم واحد هدخل تحتيها واعمل غرزة منزلقة هنلاحظ ان احنا كده بعد ما عملنا غرزة المنزلقة دي ان فيه تمن حلقات او تمن غرز اللي هي السنابل دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمنة هنبتدي هنرتفع سلسلتين هاجي في اول غرزة هنا هعمل منتفخة من عمودين بان انا باخد لفة على الابرة وادخل جوه اول غرزة واخد سحبة بس واحدة للعمود وبخلي الفتلة التانية على الابرة واخد لفة تانية على الابرة وادخل جوه الغرزة رقم واحد وبعد كده هاخد سحبة واحدة للفتلتين العطرة هيتكون عندي تلات فتلات اقوم سحباهم مع بعض وبعد كده اعمل غرزتين سلسلة وادخل في الغرزة التانية هعمل غرزة منتفخة من تلات عموين احنا بنحسب السلسلتين من بتوع البداية هنا كأنهم عمود فكأن دي منتفخة من تلات مع عموين هدخل في الغرزة التانية هاخد سحبة خيط هيتكون تلات فتلات على الابرة هسحب مرة واحدة بس وبعد كده اخد لفة تانية على الابرة ادخل جوه الغرزة رقم اثنين برضو اسحب سحبة هيتكون تلات فتلات على الابرة هاخد لفة وادخل جوه الغرزة رقم اثنين واخد سحبة خيط هيتكون اربع فتلات على الابرة اسحبهم مع بعض مرة واحدة يبقى احنا كده عملنا غرزة منتفخة في الغرزة رقم اثنين وبعد كده نعمل غرزتين سلسلة وادخل تاني في الغرزة رقم ثلاثة اعمل منتفخة من ثلاثة عموين اول عمي اول عمود باخد سحبة واحدة بس ما باخدش سحبتين وتاني ادخل تاني عمود اخد سحبة واحدة بس وتالت عمود اخد سحبة واحدة بس هيتكون اربع فتلات على الابرة اسحبهم مع بعض مرة واحدة وبعد كده سلسلتين وغرزة منتفخة في الغرزة اللي بعديها من ثلاثة عموين باخد سحبة عمود مرة واحدة وادخل واسحب الخيط بسحب اخر فتلتين بس دي كده تاني مرة تالت مرة اخد لفة واسحب اخر فتلتين على الابرة هيتكون اربع فتلات اسحبهم مع بعض مرة واحدة وبعد كده اعمل غرزتين سلسلة هكمل السطر كله في كل غرزة او في كل سنبولة من الغرز بتاعت اللي فاتت بما فيهم غرزة المنزلقة الاخيرة هدخل اعمل غرزة منتفخة من ثلاث عموين وبعد كده غرزتين سلسلة فهم كده اربع غرز او اربع فتلاتة على الابرة نسحبهم مع بعض مرة واحدة بعد كده نعمل سلسلة هكمل هنا منتفخة سلسلتين منتفخة سلسلتين منتفخة سلسلتين وهوريكم بعد كده هنقفل السطر ازاي؟ خلصت كده التمن مجميع مجموعة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية هنهي السطر بسلسلتين اللي هم هبتوقع اخر مجموعة وبعدين هدخل في الفراغ الاول اللي هو دوت هنا اعمل غرزة منزلقة يبقى احنا عفلنا السطر التاني بغرزة منزلقة داخل الفراغ الاولي السطر التالت هنرتفعه بسلسلتين والسلسلتين اللي احنا بنرتفعهم دول بيمثلنا اول عمود ودلوقتي احنا هنبتدي نعمل الشكل بتاع المربع بالزوايا بتاعته فابتدي في اول غرزة هنا هدخل هنا هعمل منتفخة من عمودين اول لفة العمود تاني عمود هيتكون تلات فتلات على الابرة واقوم صحباهم مرة واحدة وبعد كده اعمل تلات سلاسل وهدخل وهدخل في نفس الفراغ دوت تاني اعمل منتفخة من تلات عمود باخد سحبة من اول عمود واخد لفة واخد سحبة من تاني عمود واخد لفة واخد سحبة واحدة لتالت عمود يتكون على الابرة اربع فتلات نسحبهم مع بعض مرة واحدة وبعد كده هعمل سلسلة وهدخل في الفراغ اللي بعدي دوت هعمل تلات عمود عمود اتنين تلاتة بعد كده هعمل غرزة سلسلة وهاجي بعد كده في الفراغ اللي بعدي هعمل منتفخة تلات سلاسل منتفخة وده عشان نعمل الزاوية بتاعة المربع بتاعني ده اول عمود ناخد لفة ونعمل تاني عمود ناخد لفة ونعمل تالت عمود متناقص يتكون اربع فتلات على الابرة نسحبهم مع بعض مرة واحدة وبعد كده نعمل سلسلة اتنين تلاتة وهدخل في نفس الفراغ تاني هعمل غرزة منتفخة من تلات عمود اول عمود تاني عمود مش كامل تالت عمود غير مكتمل يتكون اربع فتلات نسحبهم مرة واحدة وبعد كده اعمل غرزة سلسلة واجي في الفراغ دوت اعمل تلات عمود يبقى احنا بنعمل فراغ تلات عمود زي اللي انا بعملهم دلوقتي دوت ده تاني عمود ودوت تالت عمود وبعد كده سلسلة والفراغ التاني بنعمل منتفخة تلات سلاسل منتفخة عشان نعمل الزاوية بتاعة المربع بتاع فانا هدخل هنا اعمل منتفخة من تلات عمويد واقوم ساحبة مرة واحدة وبعد كده تلات سلاسل وبعدين في نفس الفراغ تاني هعمل منتفخة من تلات عمويد اول عمود تاني عمود تالت عمود يتكون اربع في تلات نسحبهم مرة واحد بعد كده غرزة سلسلة في الفراغ اللي بعديه تلات عمويد واحد اتنين تلات وبعد كده غرزة سلسلة فاضل كده الزاوية الاخيرة للمربع هنعمل فيها ايه منتفخة تلات سلاسل منتفخة اول غرزة منتفخة من تلات عمويد برضو بعد كده سلسلة اتنين تلاتة وبعد كده منتفخة تانية في نفس الفراغ دوت من تلات عمويد اول عمود تاني عمود غير مكتمل تالت عمود غير مكتمل وبعد كده اقفل الغرزة وبعد كده اعمل غرزة سلسلة هنا هنعمل تلات عمويد عديين اول عمود تاني عمود تالت عمود وغرزة سلسلة كده احنا خلصنا السطر الثالث وعشان نقفل السطر الثالث هندخل في الفراغ الاول دوت ونقوم عاملين فيه غرزة منتفخة ده كده احنا كونا الجسم بتاع المربع بتاعنا السطر الجاي اللي هو السطر الرابع هو ده اللي هيتعمل عليه جسم المربع بتاعنا وهو اللي هيبقى تكرار في كل السطور اول حاجة هرتفع سلسلتين وفي كل زاوية من الزاوية ديت هنشتغل منتفخة ثلاث سلاسل منتفخة بس هنا فاول غرزة واول السطر خالص بتبقى منتفخة من عمودين عشان دوت يعتبر العمود الثالث فانا هنا هعمل منتفخة من عمودين بس لأول غرزة منتفخة فقط والسلاسل دي بمسابعة الثالث عمود فايه كأننا كده عاملين منتفخة من ثلاث عمود وبعد كده هعمل ثلاث سلاسل وفي نفس الفراغ دوت هعمل ايه هعمل غرزة منتفخة من ثلاث عمود اتنين ثلاث غير مكتمل وبعد كده امسح باهم مع بعض تمام وبعد كده هعمل غرزة سلسلة وفي غرز السلاسل ديت في الفراغ بتاع غرز السلاسل دي هعمل فيها غرزتين عمود اول عمود وتاني عمود وبعدين فوق كل عمود من العمود دي هشتغل عمود ولازم نلاحظ هنا ان اول عمود دوت امرض سهل الفراغ اللي عمود اللي فوقيه جنب العمودين اللي عمود هنشغلين هم دي السمبولة بتاحت اول عمود ودي السمبولة بتاع التاني عمود يبقى احنا العمود التالت الاولين قصدي بنخش هنا لازم للاحظ три عمود وما تعملوهوش ده اول عمود وتاني عمود وبعد كده دوت تالت عمود يبقى احنا عملنا في الفراغ هنا عمودين وعملنا فوق كل عمود من العمويت دول عمود وبعد كده هنيجي في الفراغ دوت هنعمل عمودين برضي عمود اتنين وسلسلة بعد كده هنيجي في الزاوية بتاعة المنتفخة دي هنعمل فوق الزاوية بتاعة المنتفخة زاوية تانية من المنتفخة بعبارة عن منتفخة ثلاث سلاسل منتفخة اول ورزة منتفخة ثلاث سلاسل في نفس الفراغ منتفخة تانية من ثلاث عمود واحد اتنين ثلاث هيتكون اربعة في ثلاث نسحبهم مع بعض وبعد كده نعمل غرزة سلسلة متنسوش غرزة السلسلة لفي الاول وغرزة السلسلة لفي الاحد بنسيب بعد كده غرزة المنتفخة دي وفي الفراغ اللي هما بين المنتفخة والثلاث عمود احنا كنا عاملين سلسلة السطر اللي فات بنخش في الفراغ بتاع السلسلة دوت بنعمل فيها عمودين اول عمود تاني عمود وبنيجي فوق الثلاث عمود دول بنعمل فيهم فوق كل عمود عمود وما تنسوش ان اول عمود ده الفراغ بتاعه او الدخلة بتاعة العمود هنا بتبقى هنا جنب العمودين التانين بيبقى ده تالتهم يبقى انا هعمل فوق كل عمود عمود وفي الفراغ دوت هعمل عمودين واحد اتنين وبعد كده غرزة سلسلة وهاجي بعد كده في الفراغ بتاع المنتفخة ثلاث سلاسل منتفخة هكرر دايما فوقيهم دايما منتفخ ثلاث سلاسل منتفخة يعني دايما كل زاوية عندنا هيبقى فيها المنتفخة ثلاث سلاسل منتفخة واحد اتنين تالت عمود متناقص نسحبهم مع بعض ثلاث سلاسل في الفراغ برضو دوت هدخل اعمل ايه المنتفخة التاني ادي اول عمود تاني عمود تالت عمود متناقص واقوم ايه قفلهم مع بعض وبعد كده غرزة سلسلة هكمل السطر ازاي ان انا هدخل في الفراغ دوت هنا هدخل اعمل عمودين اول عمود تاني عمود وفوق كل عمود من عمود دي هعمل غرزة عمود 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 وهاجف الفراغ التاني دوت اعمل فوقي عمودين واحد اتنين وبعد كده سلسلة يبقى احنا في الجزء اللي هو الجانبي او اللي هو الجنب الجنب او الضلع بتاع المربع بنيجي في اول سلسلة بنعمل عمودين وفوق كل عمود بنعمل عمود وفي اخر سلسلة هنا بتاعت السطرفات بنعمل عمودين وبعد كده بنعمل غرزة سلسلة وبنيجي في الزاوية بتاعت المربع بنعمل فيها منتفخة ثلاث سلاسل منتفخة انا حب ان انا نعمل لكم الجزئية دي كلها مع بعض عشان نبقى فاهمينها كويس جدا دي تاني منتفخة اهي سحب تفاتلة زيادة دي كده تالت واحدة بعد كده غرزة سلسلة اهو التلت عمود بتوع الضلع او الجنب بتاع المربع بدخل في اول سلسلة هنا وفي اخر سلسلة هنا بعمل عمودين وفوق كل عمود من العمود دي بعمل غرزة عمود واحدة هدخل اعمل عمود اتنين في الفراغ الاول وفوق كل عمود هعمل عمود واحد فقط عمود اتنين تلاتة لتالت عمود وهاجب في الفراغ دوت هعمل عمودين واحد اتنين وبعد كده اعمل غرزة سلسلة ونهاية السطرة عشان نقفله بندخل في الفراغ الاول دوت وبنعمل غرزة منزلق ده كده السطر الرابع اللي احنا هنكرره هوريكم هنكرره ازاي تاني بصوا شكله جميل ازاي وشيك ازاي هراجع معاكم في السطر الخامس على طول بسرعة كده برضو الطريقة تاني هنرتفع سلسلتين بمسابات عمود وبعد كده هعمل اول منتفخة فقط منتفخة من عمودين بس عشان السلسلتين دول هتبقوا مسابات العمود التالت وبعد كده اعمل التلات سلاسل وادخل في نفس الفراغ اعمل منتفخة من تلات عمويد وبعد كده كل الشغل في بقية المربع منتفخة من تلات عمويد الا اول غرزة بتاعت السطر بتاعي وبعد كده غرزة سلسلة بعدين هنعمل ايه في الفراغ بتاع السلسلة بتاع السطر اللي فات الاول والاخير دول بنعمل فيهم عمودين وفوق كل عمود من العمويد دول بنشتغل عمود يعني في كل جنب او في كل دلع من الدلوع كل سطر بيزيد اربع عمويد عمودين هنا وعمودين هنا فانا دلوقتي هدخل في الفراغ الاول دوت هنا دوت هعمل عمودين اول عمود وتاني عمود وفوق كل عمود من المجموعة دي هعمل عمود واحد بما فيهم اول عمود لازم تاخدوا بالكو البداية بتاعته فين هنا اهيه اهيه فاعمل فوقيها عمود وفي كل ايه عمود من العمويد ديت هشتغل عمود واحد ده العمود الاخير اهو هنيجي في الفراغ اللي هو بتاع اخر عمود وغرزة المنتفخة دوت هعمل فيه ايه غرزتين عمود وبعد كده غرزة سلسلة تاني عمود وبعد كده غرزة سلسلة وهنا فوق الزاوية بنكرر هنا تاني منتفخة تلاتة منتفخة منتفخة من ثلاثة عمود ثلاثة ثلاثة سلاسل منتفخة من ثلاثة عمود واحد اتنين ثلاثة ثلاثة ومسح بهم مرة بعد وراها ومننساش السلسلة اللي بعد الزاوية انا هكمل السطر بتاعي ازاي هدخل في الفراغ دوت بعد ما عملت السلسلة الاولى دي هدخل في الفراغ دوت هعمل عمودين وبعد كده فوق كل عمود من العمود دي عمود واحد وهاجي بعد كده في الفراغ دوت تاني هعمل عمودين وسلسلة ومننساش السلسلة الاولى والاخيرة بتاعت الضلع عشان هي دي اللي هنعمل فيها العمودين بتاع كل مرة وبعدين هاجي في الزاوية بتاعت الضلع بتاع المربع هنا هعمل منتفخة ثلاثة منتفخة وبعدين هعمل غرزة سلسلة ومننسهاش ونيجي تاني في الفراغ دوت نعمل عمودين فوق كل عمود من العمود دي عمود واحد فقط هنا تاني عمودين سلسلة ونيجي تاني في الزاوية نعمل منتفخة ثلاث سلاسل منتفخة وغرزة سلسلة وهكذا لنهاية السطر انا كده خلصت السطر بتاعه زي ما انتو شايفين كل ما بيكبر كل ما بيزداد جماله طبعا انتو فيكن انتو تعملوا لحد السطر الخامس وتوقفوا تعملوا لحد السطر السادس توقفوا على حسب المساحة بتاعت الوحدة اللي انتو عايزينها انا هنا هعملها شنطة فهعمل الوحدة عشرين سنتي في عشرين سنتي انتو ليكم مطلقة الحرية لو هتعملوا مثلا سكارف زي الصور اللي انا ورتها لكم بكتعة واحدة برضو هيبقى حجمه كبير شوية لو هتعملوا وحدات صغيرة زي ما قالت لكم المقاس اللي انتو عايزينه هو اللي هيحدد عدد السطور اللي انتو هتكملوا هنهي السطر زي ما احنا متفقين ان انا بدخل في الفراغ الاول دوت وبعمل غرزة منزلقة انا قلت برضو ان انا هراجع معاكم السطر دوت كده بسرعة وبعد كده هوريكم ازاي نشبك الوحدة هرتفع سلسلتين وبدخل في اول فراغ دوت بعمل منتفخة من غرزتين عمود والسلسلتين بتوع البداية كأنهم تالت عمود وبعد كده بنعمل تلت سلاسل وبدخل في الفراغ وبعمل منتفخة تانية من تلت عمود تانية عمود و تالت عمود وبعد كده بعمل سلسلة سلسلة دي ما ننساهاش خالص عشان مهمة جدا وبدخل بعد كده في الفراغ الاول اللي هما بعد المنتفخة واول عمود دوت بدخل بعمل فيه ايه؟ غرزتين عمود وبعد كده فوق كل عمود من العماويت ديت انا هشتغل بقيهم فوق كل عمود وغرزة عمود واحدة فادخل في اول عمود بعمل غرزة عمود وتاني عمود وهكذا انا هنا مستخدمة خيط كوتون جولد عشان كنت بعمل هنا شنطة طبعا انتو لو هتعملوا مفارس سرير او بطاطين فانسب خيوط هي هيمالايا او هيمالايا بيبي لوكس خيوط بعد كده يليء الاليزا عندكم بيبي سكريم في انواع كتيرة بقى من الاليزا في ناكو في سكات نضيفة جدا موجودة لو هتكملوا معي الشنطة يبقى انتو هتستخدموا خيوط يا اما قطن يا اما مكرمية يا اما صياد في تشكيلة كتير جدا طبعا لو برضو هتعملوها مفارش للسفرة والحاجات دي فيا اما هتستخدموا خيوط قطن يا اما هتستخدموا خيط صياد او خيط منجد او برضو اللي انتو تحبوه ده هنا الفراغ التاني اللي هعمل فيه عمودين وبعد كده غرزة سلسلة وبعد كده في الفراغ ده هو التاني منتفخة من ثلاث عمويد واحد ثاني عمود غير مكتمل ثالث عمود غير مكتمل ونسحبهم مع بعض وبعد كده ثلاث سلاسل وبعد كده منتفخة تاني من ثلاث عمود اسوى لو كنت بطول عليكم في الشرح بس عشان يبقى الموضوع واضح مية في المية بحب اقول كل التفاصيل وبعد كده غرزة سلسلة هكمل انا السطر دوت بنفس الطريقة بعد زي ما شرحته لكم في كل فراغ من الفراغين دولة عمودين وبعد كده فوق كل دولة عمود هنا بعد كده زي ما قلت لكم هنكمل العمودين وبعد كده السلسلة وفي الفراغ بتاع الزاوية دوت منتفخة ثلاث سلاسل انا هكمل سطرين كمان وبعد كده هوريكم ازاي نبتدي نشبك الوحدات مع بعض انا كده خلصت الوحدتين خلاص وعملتهم بالمقاس اللي انا عايزيهم وزي ما قلت لكم المقاسات انتو اللي تحددوها دلوقتي هوريكم ازاي نعمل طريقة التشبيك الجميلة ديت طريقة في منتهى الشياكة والجمال ما بيبقاش فيها ورب او اي شكل وحش اثناء الشول ده هي بتدي شكل مزيز في الشول دي الطريقة دي اسمها المنزلقة المسطحة هوريكم التقنية بتاعتها وعشان نشبك اي وحدة لازم يبقوا الوحدات متساوية في المقاس بمعنى ان عدد السطور يبقى متساوي ما ينفعش نشبك وحدة والتانية مقاسها مختلف عشان هتختلف في تركيب الوحدات مجمعة مع بعضيها وممكن تعملوا في نهاية الوحدات بتاعتكم سطر من غرز الحشو بان انتو تشتغلوا غرز حشو دائر ما يدور الشغل كله وفي الفراغات دي بدل ما بتعملوها هنا ثلاث سلاسل يتعمل هنا خمس غرز حشو وتشتغلوا عادي حشو انما انا هنا هوريلكم بدون ما انا اعمل غرزة حشو انا هنا في التشبيك هستخدم لون مختلف والحقيقة في كذا طريقة لتشبيك الوحدات انا هوريكم منهم طريقتين طريقة لسه نزلة جديد وطريقة تقليدية هوريكم الاول الطريقة التقليدية اول حاجة هجيب الوحدة بتاعتي ديت وهوقفها كده وهجيب الوحدة التانية واخليها في ضهرها يبقى انا هخلي الوحدتين في ضهر بعض يعني ده الوش وهنا شايفاه وده الوش التاني وهنا شايفاه والخيط هيبقى من تحت الوحدتين يعني الخيط دايما هيبقى تحت الوحدتين وفي الشغل دوت انا هشتغل في العين ديت الورا العين الورا في الوحدة الاولى اللي هي تعتبر العين الخلفية وهنا هشتغل في العين برضو الخلفية للوحدة التاني يبقى انا شغلة هنا في العين الخلفية دي وفي العين الخلفية ديت هبتدي اشتغل في الوحدة عشان الجنب يبقى مظبوط هدخل في الغرزة رقم اتنين من الثلاثل هنا في العين الخلفية اهي وبعدين الابرة تخش من امام الغرزة في رقم برضو اتنين للسلسلة وبعد كده هدخل الفتلة دي جواه بعد كده هبتدي اخلي الفتلة دي دايما لتحت واخد العين الخلفية للغرزة دي والعين الخلفية للغرزة الورى برضو بتاعت الوحدة الورى واخد لفة خيط واقوم سحبة الغرزة دي من على الثلاثل ثاني بدخل في العين الخلفية للغرزة دي بالروح وخلي الفتلة دي لتحت وادخل في العين الخلفية للغرزة اللي هنا يبقى هيتكون عندنا الثلاثل اخد لفة على الابرة وطلعهم من الثلاث فتلاث بتوع هي في الاول هتحسوها ان هي غريبة شوي بس هي جميلة جدا وبتدي شكل جميلة بدخل في العين الخلفية هنا والعين الخلفية هنا والخيط لازم يبقى لتحت واقوم سحبة من الثلاث فتلات بتوع العين الخلفية للغرزة دي والعين الخلفية للغرزة اللي في العين في الوحدة التانية واقوم سحبة الخيط من الثلاث فتلات تاني بدخل في العين اللي هي دي اهي دي العين الايه الخلفية للغرزة في الوحدة الاولى وبخلي الفتلة دي لتحت وبدخل في العين الخلفية برضو للوحدة التانية وماقوم لفة الخيط على الابرة وبقوم سحبة من الثلاث لفة بص هيبقى شكلها زي هيبقى شكلها كبه هيبقى شكلها شيك جدا في الشوء انا هكمل السطر كله بالطريقة دي وورلكم شكلها في النهاية هيبقى ايه انا كده شبكت الوحدتين بتوعي وزي ما انتم شايفين حاجة جميلة جدا وشياكة هنكمل تشبيك الوحدات بنفس الطريقة وبعد ما نخلص هنعمل غرزة سلسلة ويعني نعمل هنا غرزة سلسلة بعد ما نخلص خالص التشبيك وبعد كده نقص الخيط دوت ونرفع الخيط من الوحدة دي وبعدين نقوم منظفينه في ظهر الشغل بتاعنا فهيبقى الشغل بشكله شيك جدا اتمنى تكونوا استفدتوا وما تنسوش تقول لنا عرقكم في الفيديوهات وانتظروني في الشنطة هعملها بنفس الوحدة اتمنى تستفادوا والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر